تنفيذاً لتوجيهات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمر جبر خليل تواصل الملاكات الفنية في مديرية بلدية تكريت حملة اكساء عدد من الطرق حيث شهد حيسلمة تغلبية اكساء لعدد من الطرق فيها وأكد مدير البلدية المهندس عمر جراد أن هناك أعمال أخرى ستنفذ قريباً في مختلف المناطق بما يعطي صورة حضارية مشعة تليق بالمدينة باشرة بلدية تكريت بأعمال اكساء الشوارع الداخلية داخل مدينة تكريت ضمن تنمية الأقاليم لعام 2019 وبدعم من محافظة صلاح الدين تتضمن هذه المشاريع اكساء الشوارع التي تعاني من وجود الحفر والمطبات والتي تسبب إعاقة كبيرة في حركة المواطنين اليوم خطتنا هو اكساء حيسلمة تغلبية بالكامل وكذلك لدينا اكساء شوارع متفرقة داخل مدينة تكريت منها شارع حي التجنيد والذي يعتبر من الشوارع الرئيسية والذي كان يسبب اختناق كبير في حركة السير في تلك المنطقة أيضاً اليوم لدينا خطة أخرى وهي تبليط حي الديوم والذي يعتبر من أكبر الحياء داخل مدينة تكريت والذي يعاني من قلة الخدمات والتبليط في تلك المنطقة إن شاء الله بلدية تكريت عازمة هذا العام بإكساء وتبليط أغلب الشوارع داخل المدينة كذلك تبليط وأكساء حي التجنيد أيضاً كذلك لدينا حي الزهور أعتقد المشروع في طور الإحالة إن شاء الله بالأيام القليلة المقبلة سيتم إنشاء أرصفة وأكساء حي الزهور بالكامل كل هذا العمل هو بدعم من محافظة صلاح الدين إن شاء الله هذا العام سيكون حافل بالكثير من المنجزات من الناحية الخدمية باشرت كوادر محافظة صلاح الدين وبلدية تكريت والإدارة المحلية بتنفيذ مجموعة من المشاريع المقررة لمشاريع تنمية الأقاليم لعام 2019 لمحافظة صلاح الدين أحد هذه المشاريع هو مشروع أكساء أحياء مختلفة داخل مركز محافظة صلاح الدين اليوم هذا الحي هو حي سلمة تغلبية الذي يقع وسط المركز المحافظة كانت الشوارع القديمة متهالكة سجلنا احتياج المواطنين خلال الفترة الماضية لإكساء هذه الشوارع واليوم بالفعل هذه الخدمة تقدم لهم مع بداية العام الدراسي مع حركة المواطنين والطلبة اليوم بتزايد تحتاج إلى هذه الخدمة هذا العمل سيستمر لأحياء مختلفة في مركز المحافظة في منطقة التجنيد وفي حي الأطباء وأيضا في منطقة شيشين ستكون هناك أعمال مماثلة في مشروع الإكساء بالإضافة إلى مشروع آخر تم إقراره ومشروع تبليط محاول رئيسية في منطقة الديوم هذه المنطقة الكبيرة التي يأهلها عدد كبير من السكان أيضا احتياجهم لهذه الخدمة بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر